اشتركوا في القناة إنما المؤمنون إخوتهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم السادة النواب السادة أصحاب المعالي والسماحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء يطيب لي أن أرحب بكم لقبولكم الدعوة المقدمة من لجنة الأوقاف وشؤون الدينية في البرلمان العراقي التي اختارت هذا المكان ليتشرف بوجودكم من أجل إطلاق وثيقة رمضان وهذا مبلغ سرور واعتزاز لنا أن نحظى بتقديم الدعم والرعاية لهذا المشروع الوطني المخلص الذي يؤكد حرص القائمين عليه وسعيهم للم الشمل ورأب الصدع والتوفيق بين الآراء التي قد تختلف ولكنها لا تفترق بالتأكيد فالاختلاف مشروع والتفرق مذموم ونحن مأمورون شرعا بممارسة هذا الدور من خلال محاولات تقليل الفجوة في تباين المواقف والتصورات بين الفاعلين في المشهد العراقي أيها الإخوة أيها الأخوات تأتي وثيقة رمضان ضمن حزمة مشاريع وطنية مخلصة لم يكن آخرها مبادرة السيد عمار الحكيم ومبادرة مؤسسة المصالحة الوطنية والأمانة العامة في مجلس الوزراء وبعض المبادرات التي صدرت من المراجع الدينية وجهود أخرى هنا وهناك تؤكد حضور التوجه العام في المشهد وتشير إلى سير حثيث لتحقيق المصالحة الوطنية الناجزة من خلال جهد وطني خالص مخلص بعيدا عن التأثيرات الخارجية يمثل أيها الحاضرون الكرام رمضان فرصة مهمة لمشاريع التسويات التاريخية فقد شهد هذا الشهر الكريم حسما في قضايا الإصلاح في تأريخ هذا البلد ما يجعلنا أكثر طمعا في التفاؤل بنجاح هذه المبادرة المخلصة التي تعبر عن شعور وطني عالي المسؤولية يصاحبه فكر ووعي متيقضان لكل التهديدات التي تتحدى العلاقة العراقية العراقية والتي تسعى جهات خارجية إلى بترها وقطع أواصرها أكرر شكري وتقديري للجنة الأوقاف والشؤون البرلمانية على هذا الجهد وتمنياتي لهذا المشروع بالموفقية وأعلن ومن هذا الموقع وقوفي والتزامي بجميع مخرجات ملتقاكم هذا وفق الله الجميع لخدمة العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته